اشتركوا في القناة كانت العتمة الكثيفة قد خيمت على المكان ووالدتي تهمس باتجاه قامة واقفة في الغرفة لم أتبين ملامح وجهها ولم أسمع منها إلا همهمة صغيرة واضحة بين الفينة والأخرى كلمات غير ذات معنى غادرت المرأتان الحجرة حاولت الحركة فلم أستطع كان صوت قرع الطبول الذي يعتمل داخل جنجمتي يتعالى من جديد ويختلط مع مشاهد رماد وغبار أحمر يحيط وجهي بغيمة من الشرارات الملتمعة تحول المنظر المحيط بي إلى مشهد خيالي انتشر الألم الصامت في عظام الفتية وتساعدت زفراتي عادت والدتي اقتربت مني وظلت تراقبني في صمت لعدة دقائق إلى درجة خلتها توقفت عن التنفس تحولت إلى مجرد كتلة سوداء من ريش توقعت أن يتبدد ويتنطر في الهواء كما يحدث عادة مع شخصيات الكوابس التي تزورني في ظلمة الليل عندما أعاني الأرق تنهدت وعدت إلى الوراء فقلت لها أنا مستيقظ غير أنني أشعر بالألم حالتك تتحسن بما أنك تستطيع أن توجه للكلام لماذا يوجد ظلام في الغرفة؟ لأن ظلام الليل نزل ولم أشعر اللمبة كي لا أزعج نومك عانيت من الحم ليلة أمس وصباح اليوم ولم أتوقف أنا عن البكاء ولكن دموعي لم تنفعك بشيء أشعر بالجوع هذا خبر رائع سأحضر لك طبق حساء قادرتني وعادت بعد هنيها ظل طبق الحساء في حضني كما هو كانت رائحة الطعام تشعرني بالغثيان علحت علي والدتي في تدوقه وأسندت ظهري إلى مخدات لإجلاسي دارت حول رأسي جدران الغرفة وسبحت في فضاء خاضع لقانون حركة الكواكب والنيازك استطاعت والدتي بالكادي التقاط طبق الحساء قبل أن ينقلب على الأغطية ثم مددتني في فراشي كانت أصوات قرع الطبول الرهيبة تتصاعد وتشد داخل رأسي الصغير شيئا فشيئا توقف الضوار الذي يغلف أحاسيسي كانت والدتي جالسة بجوار فراشي على مرتبة أقل ارتفاعا سمعت زوجة صانع المحاريس تخاطبها للا زبيدة كيف حال سيد محمد لا شك أنه يعاني من نزلة برد غطيه جيدا وأشري به شايا ساخنا بالنعناع سمعت صوت فاطمة البزيوية لا شك أنه تعرض لضربة شمس يجب أن تحيط رأسه بقشور الليمون وأوراق النعناع ربما ما كنا الحق يا أخواتي لكن إذا لم يشأ الله أن يشفي ولدي فلا شيء سينفع سأجرب كل الأدوية المتوفرة لعلاجه أعلن والدي مقدمه قبل ولوج باب الدار عاد باكرا على غير عادته هذه المرة بينما كان يصعد درجات السلم أشعلت والدة اللمبة فعم المكان ضوءها الأصفر دخل والد الغرفة وانحن فوق فراشي بدت لعينه غائرتين من أثر الإرهاق والتوتر الباديين على وجهه الذي شابته الصفراء لامس جبهتي بيده وهز رأسه ثم استدار دون أن ينبس ببنت شفا وضعت والدتي بعد الطعام على الطاولة الواطئة وتعشي معا ربما كان هذا التعسى أشاء تعشياه في كل حياتهما من فوق سريري كنت ألمح الطبق الفخاري المنمقي فوق المائدة دون أن أتمكن من تحديد نوع الطعام خمنت من الرائحة أنه يتضمن مرقا بالزعفران وخضارا ولحمة كانت رائحة الزعفران تتيل في إحساسا جارفا بالغثيان كان الوالد والوالدة جالسين صامتين غارقين في أفكارهما ولم يمد أي منهما يده إلى الطبق فجأة ولج المكان قط زينب اقترب من الطبق ومن الشخصين الجامدين حوله وماء معبرا عن تعجبه ماء بخجل واستجداء وأذخل ديله بين رجليه ورأسه بين كثفيه ضع صوت موائه في عتمة الغرفة كما لو كان يسقط في حزمة كاتمة من القطن فتح عينيه وأسدل أذنيه خلفا ثم ماء بقوة وجرى خارجا لا يلوي على شيء لم يحرك والدي ساكنا ولا نطق بشيء كانت أجواء مشابهة لأجواء نهاية العالم تسيطر على نفسهم الحزينتين القلقتين شرعت في البكاء فسألني والدي أين تحس بآلام يا ولدي لا أشعر بأي آلام لكن لماذا لا تتحدثان لا يوجد لدينا شيء لنقوله توقف عن البكاء أفقت والدتي فجأة من سكونها وحملت طبق الطعام إلى المطلخ ثم عادت بصينية الشاي فوجدت والدي واقفا يتهيأ للنوم ألن تشرب شايك؟ لا ومن الآن فصاعدا لا تبالغي في تبدير السكر وهل كنت يوما امرأة مبذرة؟ لا أقصد قول ذلك ولكن ابتداء من الغد سيصعب علينا تدبر مصارف الشاي والسكر اليومي فتحت عيني حتى لا أغفل أي من تفاصيل المشهد شحب فجأة لون والدتي توقفت مسعوقة ووضعت صينية الشاي أرضا نظرت صوب والدي وسألته بصوت منكسر أشعر أن مكروها كبيرا قد حل بنا ظل والدي واقفا مطأتئا الرأسى مسبلا عينيه نحو الأرض صدر فجأة عن صوت التواء عضلي حاد ومؤلم دفعني للقفز من فراش والصراخ بدأت والدتي تلطم خديها ثم جلست على الأرض باكية صرع والدي لإمساك يديها قصد منعها من ندب وجنتيها وخاطبها بلطف وهدور على تخافين من صغة الله يمرأة ضعي ثقتك في الخالق فلن يغفل عنا وسيتداركنا برحمته ما يحدث لنا يحدث مع آلاف المسلمين كل يوم هذا ولا شك ابتلاء من الله فقدت في غمرة زحام مزاد ثوب الحيك كل رأس مالي الضئيل وضعت النقود في منديل ويبدو أنها سقطت مني بينما كنت أحاول أن أدخلها في شرابي رفعت والدة رأسها لم تنبس ببنت شفا بينما واصل والدي بصوت خافت لماذا تنحين علينا أن نحمد الله في السراء والضراء خرجت والدتي أخيرا من صمتها وماذا سنفعل الآن سأحاول العثور على شغل كم فقدت من مال؟ كل رأس المال لم يتبقى لي حتى ما يلزم لآدائي أجرة العامل الذي يساعدني ولواجب كراء المشغل كنت أعتزم أذاء كل هذه المصاريف وشراء القطن من المبلغ الذي ضاعه ألا يمكن للتجار أن يقرضوك؟ أنت معروف بنزاهتك لن أنحدر إلى درجة التسول والاقتراض من أولئك اللصوص كما لا أرغب في العمل لفائدة آخرين أنا فلاح جبلي موسم الحصاد على الأبواب وهم يوظفون حصادين وسوف أشتغل بالحصاد في ريف فس هل تجرؤ على مغادرتنا وطفلك مريض؟ وهل تريدين أن أترككما تتدوران جوعا أن تصبحي مثار شفقة جارتك ومعارفك؟ سأكون على بعد مسيرتي يومين فقط من فاس سيكون سلي محمد بخير صباح غد فقط أعد له حساء من النعنع البري وغطيه جيدا كي يتعرق ويشفى درجة حرارته المرتفعة نقصت اليوم عن الليلة الماضية هذا عقاب من الله أصابنا أظنه من هذه الدمارج الملعنة التي أدخلت النحس إلى دارنا لماذا لا تبيعها؟ أنوي فعلا بيعها سأترك لكم الثمن المتحصل منها لتصرف منه خلال فترة غيابي لقد ظل عامل إدريس الأقرع وفيا لنا سيزوركم يوميا أعطيه النقودة كي يشتري حاجياتكم من السوق ومنحيه ما يحتاج من طعام فهو يتيم بلا أسرة ولا أقارب له في فاس ثم أضاف والدي وقد غلب عليه التأمل سأترككم وحدكم لمدة شهر سأحاول أن لا أصرف شيئا من الراتب وهكذا سأكون بمقدوري تجهيز مشغلي من شديد بمجرد عودتي إلى الديار ثم رانا على المكان صمت ثقيل خانق أسوأ مثل السخان شعرت بالاختناق وددت لو أن جارة من الجارات كسرت الصمت بصيحة فرح أو ألم أن يحدث شيء خالق ما حتى يتكسر الصمت حاولت الحديث أن نطق بشيء ما فلم يصطر عني إلا آهة مكتومة لم تتجاوز شفتي تجمدت حركة والدي لديني تحول إلى شخصيات تنتمي لعالم الكوابيس فتحت عيني أكثر لأستبينا ملامحهما فلاحظت أنهما تزادان غموضا وتكتسيان سوادا دامسا شعرت للمرة الأولى في حياتي بالخواء المطلق يغلف ذاتي وبالعزلة القاسمة تهوي على كل كيان الصغير امتلأ قلبي بالحزن الثقيل وجثمت كرة خانقة على رئتي أغلقت عيني وصليت بعمق شعرت أنني أصبحت على بوابة الجحيم يا إلهي لم أنس يوما هذه اللحظات لم أنس هذا الإحساس بالعزلة الطاقية التي تشبه في امتدادها صحار الكواكب غير المأهولة التي يتبخر فيها الصدى دون أن يجد له رجعا ولا أثرا وتمتد الضلال نحو أغوار القلق والموت والقلب الذي ينزف آلما دافقا ألم جسد الذي سحقه انقضاض نحسي على منزلنا الصغير يا إلهي لم أكن لحظتها إلا مجرد طفل صغير لا يعرف أن النهار يولد من الليل أن الأرض تهتز وتربو بعد نوم الشتاء توقضها أشعة الشمس الدافئة فتزهر فيها الورود والحشرات وتغرد فوقها الشحارير غادرنا والدي فجر غد دون حقيبة سفر لم يحمل إلا جراب راع من الدوم اشتراه أمس ومنجلا جديدا وجرابا آخر من ثوب قطني مغلق بإحكام خاطته والدتي وشحنت فيه أغذية زيتون وتين جاف وطحينة محلات بالسكر وخبز معطر بالينسون وماء الورد وحبات السمسم كنت مستقضا لاحظت غادر والدي زودته الوالدة بنصائحة وأغرقت وجهها بين راحتي كفيها بعد خروجه من الدار ظلت عكفة فوق سريرها على الوضع نفسه داخلني الإحساس بأنه قد تم التخلي عنا بأننا صرنا أيتاما علم جميع السكان الحارة لاحقا بالمشاكل المادية التي نعاني منها وبمغادرة والدي فأصبحوا ينظرون إلينا بشفقة مغلفة كان وقعها علينا أشد من الاحتقار الصريح تركنا الوالد دون سند ولا دفاع فقد كان وجود الأبي ودوره في أسرة مثل أسرتنا يوفر حماية خفية لها لم يكن من الضروري أن يملك مالا ولا ثروة فمجرد وجوده يمنح الأسرة توازنا واحتراما وثقة في النفس لغبر عليها لا يعود والدي للطار إلا مساء لكن أنشطة اليوم كله كانت مخصصة للاستعداد للحظة عودته لذا فهمت ما الذي يعدب أمي في ذلك الصباح الباكر والبارد كانت تعرف أن مجمل أنشطة نهارها قد صارت بلا هدف لن يدفع زوجها باب الغرفة في المساء حاملا رائحة العمل والعالم الخارجي الحافل الذي لم يربطن به إلا هذا الأب بالنسبة لي ولأمي جسد والد القوة والأمان لم يسبق له مغادرة المنزل من قبل لذا بدت لنا الظروف التي اضطرتنا لفرقه بالغة القبح والقسوة استيقظت الضار شيئا في شيئا حيت الشمس واسترجعت درجتها وأصوتها المعتادة شعرت بتحسن ملموس في صحتي هذا الصباح فجلست فوق سريري أحسست أن رأسي استعاد خفته المعتادة وأن الحمى ما عادت تعتصر أطرافي أمي هل يدوم الشهر الواحد طويلا؟ أفاقت والدتي من غفوتها حركت وجهها يمنة ويسرة كأنها تتحرى المكان حيث توجد ثم نظرت إلي بنظرة متعجبة وسألتني هل قلت شيئا يا سيد محمد؟ نعم أريد أن أعرف إذا كان الشهر مدة طويلة الشهر يدوم شهرا لكن بالنسبة لنا سيكون الشهر القادم طويلا جدا لا أطيق الانتظار أنت لا تطيقين الانتظار أو ربما أنك تعلمت الانتظار في الماضي ثم نسيته بهتت والدتي من هذه الفكرة فسألتني وماذا تنتظر؟ أنتظر أن أصبح رجلا بينما لا تنتظرين أنت شيئا لأنك امرأة كبيرة سكتت لهنيهة قبل أن أضيف عندما كنت طفلة صغيرة لم يسمح لك بفعل ما تريدين توجب عليك أن تكبر وتصبح امرأة لتحقيق أحلامك ومشاريعك شراء الملابس التي تريدين الخروج للنسهة معلل عائشة طبخ الأطباق التي يعجبك تناولها أما أنا فيتوجب علي أن أكل ما تريدين لا يمكنني الخروج وحدي وألبس دائما أقنسة أكبر مني سيطرت تعجب على ملامح والدتي فلم تحر جوابا بل اكتفت بنظرة متفحصة عندما أصبح رجلا سألبس جلابيب بيضاء تنظف كل يوم سأفتر يوميا بنصف كيلوغرام من الفطائر المقلية المدهونة بالزبد والعسل على الأقل سأمتلك أربعين قطا مطيعا لا توسخ أركان الضار بفضلاتها كما أننا سنسكن منزلا آخر فسيحا تتوسط ساحته شجرة العرانج كبيرة أضاءت ابتسمة وجه والدتي فعلقت لن تقبل زوجتك أبدا رعاية قطيع القطة الذي تنوي تربيته لن أتخذ زوجة أنت تحبين القطة وستقومين برعايتها لم تتمالك والدة نفسها فغلبها الضحك عادت البهجة إلى وجهها فشعرت للتوي واللحظة بتحسن صحتي وبدأت صفق بيدي من الفرح ماذا سيقول عنك الجيران إذا سمعوك تضحك في يوم سفر أبيك سيعود والدي قريبا ونصبح أغنياء من جديد لكننا لم نكن أغنياء في يوم من الأيام نحن أغنياء ألا نتناول طعاما كافيا أليست غرفتنا هي الأجمل في الدار ارتح يا ولدي ما دمت على قيد الحياة لن تجوع أبدا حتى لو اضطررت للتسول من أجلك سمعن صوت قريخ خفيف على باب الغرفة نهضت والدتي للقاء الطارق سمعت همسها وحديثها الخافت لدقائق طويلة مع زائرتها قبل أن تدعوها لإدخول بصوت ملح أدخلي يا فاطمة وأعطيه ذلك من يديك سيرفض أن يتسلمه مني تعلمين كم هو عنيد دخلت فاطمة المسيوية وهي تحمل في يدها طبقا يتصاعد منه البخار الساخن اقتربت مني وسألتني كيف هو حال فقيرنا اليوم لم أرد على سؤالها لم أرغب في فتح أي حوار مع هذه المرأة التي ترغب في خداعي لتشربني محلولا كريها أهيأت من أجلك حساء تدفي ألا ترغب في تدوقه؟ كنت أحب تناولة عادة هذا الحساء الذي يطبخ من أوراق النعناع البري غير أنني امتنعت هذه المرة وأشحت بوجهي صوب الجدار المقابل مما دفع والدتي للتدخل لمساعدة جارتها اشرب الحساء أنا واثقة من أنه سيعجبك وإن فعلت سوف أرسل زينب بعد قليل لتشتري لك حبة سفنش وصلت المرأتان محاولات إقناعي إلى أن جلست فوق سريري وتناولت الطبق وقلت لهما إنني لا أحب الطعام الحريف أكدت لولدتي أن الحساء لا يحوي أي تدرة من الأبزار أو الفلفل نظرت إليها في عينيها وسألتها كيف عرفت ذلك؟ وهي لم تعد الحساء اضطربت وتجلجلت بحثت عن كلمات وعبارات فلم تسعفها بديهيتها وعندما أحست بالحرش غادرت إلى المطبخ تدخلت فاطمة البزيوية وأكد لك أنني لم أستعمل أي تتوابل في إعداد هذا الحساء أعدت لها الطبق الجميع يعلم أن تدفي لا يؤكل إلا بالتوابل تريدين أن تستغل مرضي وتجعليني أكل طبقا من الدقيق المسبوع فقدت فاطمة صبرها أقول لك إنه جيد المذاق تدوقه أولا قبل أن تقول خزابلات تدوق وصلت الرفض فصارت فاطمة أكثر ديونة أطلقت علي ألقابا مداهنة حلوة محمضة شعيرة بالحليب جبن أبيض صافي لم أستطع السمودة أكثر في وجه هذه المذاعبات والألقاب اللطيفة فتناولت الطبق وشربت الحساء الجيدة في شرعات سريعة طلبت بعدها من والدتي أن تهتم بنظافتي استدرت قميسي ولبست جلبابا أحسست بأنني تعفيت لكن ليس بما يكفي للعودة إلى الكتاب سأستمتع بعطلة إضافية لبضعة أيام أخرى أبصرتني رحمة من النافذة فحيتني بحرارة الحمد لله على شفائك يا سيد محمد قلقنا عليك كثيرا في الأيام الماضية عدنا أن لا تسقط مريضا مرة أخرى فحالتك أفقدتني شهية الطعام أقسم على ذلك بالله وبأوليائه الصالحين ردت والدة من مطبخها يمتعك الله مع عائلتك بالصحة والعافية اتكات رحمة على نافذتها تريد مواصلة الحوار آمين يا أختي زبيلا هل غادر سلي أبت السلام هذا الصباح؟ سمعته ينزل درجات السلام فجرا نعم غادر أعاده الله إليكم سالما غالما ثم توجهت رحمة إلى باقي ساكينات الدار صارت الحياة صعبة بالنسبة للفقراء مثلنا لكن علينا أن نشكر الله في السراء والضراء لم تتلقى جوابا إلا صوت أحدهم يعطس في الفناء عطس لثلاث مرات متوالية ثم مسع أنفه بصوت مسموع ذكرني الصوت القوي الصادر من أنباتي أنفه بصوت نفير بوقي رمضان الذي يعلم الناس بلحظة الإمساك عن الطعام أضحكني ذلك أمسكت بوالدتي كتفي أعادتني إلى سريلي وأمرتني بالتمدد لم أكن بحالة صحية تسمع لي بالمعاندة أمرتني بلزوم السرير واستظهار بعض من سور القرآن حتى لا أنسى ما حافظت منها وحتى تحل البركة على الدار وعلى والدي الذي غادر نحو المجهول جلست على المرتبة منزعجا لم أكن راغبا في استظهار الآيات ولا في بدل أي جهد يذكر اكتفيت من إصغاء الانترصارات المعتادة بين النساء دون اهتمام ولا تركيز رغم الجو المشرق وأشاءة الشمس الصاطعة بدل العالم المحيط بي مظلما كئيبا أحسست بالغثيان من منظر الحيطان المتسخة المقابلة لنافذة غرفتنا وأخيرا أحضرت والدتي طعام الغذاء حرقتاني من السفنج لي وحدي سمن مملح وزيتون أسود وقبضة فجل هلية من جارتنا البزيوية أو بالإحرى من زوجها البستاني بدأت بتناول السفنجي فشعرت بأنه عذيم الذوق في فمي مضغته طويلا قبل أن ابتلعه بغير متعة بعد رفع المائدة وضعت والدتي على الطاولة إبريق شاي متهالكا لم تكن معتادة على استعماله وكأسين دون صينية ولا سخان ما كما تعوننا على ذلك خلال حصة تناول الشاي وحدها الأسر الفقيرة كانت تعد الشاي بهذه الطريقة أمام ذهشتي أعلنت والدتي أنها لن تواصل تضيع الوقت في غسل الصينية والسخان وإبريق التنك والكؤوس في كل مرة لكن فيما تعتزم إذن قضاء وقتها لم أتخيل لها انشغالات أخرى غير ما دائبت عليه بعد الغداء لبست والدتي حكها وأوسطني بعدم إحداث فوضى خلال غيابها ذهبت لتفق لأحوال صديقتها للعائشة قد كان لدى المرأتين الكثير مما يمكن أن يقال أتذكر إلى حدود اليوم تلك الساعات الكئيبة التي قضيتها بانتظار والدتي دون أن أجرأ على الإطلال من نافذة الغرفة كنت أرغب في اللعب مع درجات السلم وفوق السطح المشمشة ألقيت نظرة على صندوق عجائبي لم يعد صندوقا للعجائب بل أصبحت تأبوتني أضم شثة أحلامي كتمت رغبتي في البكاء لأنني لم أرغب في أن تشاهدني الجارات في مثل هذه الحال مسحت أنفي بقطعة قماش بالية وتمددت على الأرض ناظرا لسقف الغرفة ولثناي عوارضها الملونة بما يطبع الخشب الطبيعي عادة من أشكال وبقى كنت أتخيلها في الماضي متحركة تترقص من أجلي فأقضي الساعات الطوال متتبعا رقصها غير أنها أصبعت الآن مجرد بقع جاملة تثير فيي الإحساس بالغثيان تصاعدت دقات قلبي نابضة بإيقاعات الخوف والقلق والغضب ترسخ فيه إحساس عارم بالخوف رغم أن أجواء الدار صارت عامرة بجلبة الأحابيث واحتكاك مكان س الدوم بالأرضيات غرقت في النوم بعدما بكيت طويلا لم أستيقظ إلا بعد عودة أمي عادت الحمى لزيارتي وعندما لاحظت والدتي ارتفاع حرارتي من جديد شرعت بدورها في الهكاء وهذهدتي بترديد آغان خافثة هزينة لم تعد طعام العشاء نامت باكرا فيما بقيت أتقلب في فراشي يمنة ويسرة ثم دوت في الغرفة أصطاء قوية لعاصفة تهب على مدينتنا ارتجت الباب والنوافل من أثر الريح والرعب تصاعد صوت العاصفة القوية ثم انطلق من بين زائلها فجأة صوت مزمال صغير كان صوتا رقيقا يختلف عن صوت المزامير المألوفة عندنا في ذلك الزمان المصنوعة من قصب تضم سبعة ثقوب نعزف عليها لترقص الأشباح تحت ضوء النجوم بل كان ولا شك صوتا صادرا عن مزمال سحري صنعه عفريت من الجن أصابه المس صوت يعبر طارة بألحان مؤتلة لذيذة شيطانية متألمة ويزرع في السامع إحساسا عالما بالحليم طارة أخرى كان عزفا يتضمن نذاء ولوما ورجاء وضحكات رباع وصرخات ألم طويلة وكلمات حب وجملا تنم عن غضب شديد ضحكت موجات الريح لدى تدفقها من ثقوب الأبواب والنوافذ بغضب وعنف لاتقاء شر هذه القوى الغامضة قرأت ثلاث مرات صورة قل هو الله أحد مرتعدا من الخوف ثم دفلت وجهي في المخدة وغرقت في النوم تداول حياتي تياران متوازيان متناقضا كنت أخضع خلال ساعات النهار لإيقاع التزامات وإكراهات لا أفهم مغزاها فيما كان الليل فرصة للدخول إلى عالم الأشباح والمخلوقات الخيالية أغرق أنا ذاك في عوالمها وأشاهد فواكيها الخيالية التي لا يتيسر ليد الصغيرة قط قطافها كانت حياة مزدوجة تتخللها الأحلام والأوهام والعثرات والفخاخ والمقالب غير أنني تعودت على وثيرتها لم أتحكم في مصيري بل درجت على تقبل ما يقرره للمحيط كانت كل خطوة على دروب الوقت تتضمن قدرا من الأسرار ما كان يتيسر لي أن أفهمه كانت اللحظات تتوالى وتحمل في ثناياها قدرا معلوما من الفرح والابتهاج لا بأس به إلا أنه كان عابرا سرعان ما يفضي إلى ما يناقضه من مشاعر الضيق والحزن والقنوط الجارح فقد كانت أحوالي متقلبة تتفوت حسب مزاج المحيطين بي من الأشخاص الكبار فيما كان الليل ملكا خالصا لي قد أستمتع فيه أحيانا بأحلامي وأوهامي أو أعارك فيه أحيانا أخرى الكوابيس والعفاريث مثل روح معذبة منذ الأزل ولعل ذلك ما أعطاني رغبة في المغامرة والتجربة تجربة الموت فقد كنت أدخل عالم الموت والأشباح مع غروب الشمس وأعيش في عالم الغيب قبل أن أبعث من جديد إلى عالم الشهادة صبيحة اليوم الموالي حين أبصر أشعة الشمس وأسمع زقزقة العصافير وأكل خبز القمح الشهي وأشرب من ماء البئر القريبة وكان خبز الطفولة وماءها على درجة من اللذة لا توصف كنت أسعد بمجرد وجودهما على مقربة وتحت المتنم تجعل طعم نفس الخبز مرا أشد المرارة يابسا أشد اليباس وباردا جارحا لحنجرة الصغيرة الهشة التكوين فضلت بالطبع النهار على الليل فالنهارات تتوالى وفق نسق معين يطبعه في الظاهر الضبط والتنظيم بينما كانت الليالي تعج بالمخلوقات الأسطورية والأماكن والأحداث التي لا يربطها رابط ولا ينظم تسلسلها منطق صريح كان والدي وأصدقائي في الكتاب والفقيه ذو العص الطويلة يسكنون بالطبع عالم النهار المضائي بضوء الشمس غير أنني لقيت بعضهم أحيانا في أحلام الليل وعوالمه المعتمتي وبلدانه السحرية الخطيرة المتعرجة الضروب والمسالك لم تكن علاقات بهم في أحلام الليل شبيهة بحالتها خلال ساعات النهار حاولت تجنب صحبتهم مرارا سواء في عالم الليل أو النهار غير أنني فشلت في الفرار منهم وكنت ألقى منهم وعملة حسنة أحيانا وسيئة أحيانا أخرى حسب ما يفرض عليهم مزاجهم المتقلب ما كان بأسعي أن أتقي آذاهم لأنني لم أكن إلا طفلا صغيرا قليل الحيلة مجبرا على ملازمة فراشه منكمشا على نفسه في حين كان الرجال قد مضوا إلى أعمالهم والنساء قد اغتسلنا وباشرنا أشغال البيت أيقظتني والدتي سيد محمد تنام في وضعية غير مناسبة استيقظ قبل أن تصاب بالتواء في الرقبة فتحت عيني بصعوبة بالغة كان ضوء الشمس يعمر المكان انهض وتوضع بينما سأقلي لك بيضة لتناول فطورك أحب البيض المقي في الزيت مع الفلفل الأحمر والبقدونوس أعرف ذلك سأضع لك الفلفل الأحمر والبقدونيس وحتى الكمون في البيضة لم تفلت هذه الجملة من مسامع رحمة التي صرخت عبر نافذة غرفتها نسمي هذه الأكلة الأومليت اليهودية إنها لذيذة جدا ردت عليها والدتي سيد محمد ما زال مريضا ولديه رغبات تشبه وحمل مرأة الحامل شاركت كل الجارات في النقاش ضحكت بعضهن وتمنت أخريات للشفاء العاجل وقصت الخالة كنزة العرافة على مسامع ناحبا ذلك أن مرأة حاملا مرت بالقلب من دكان بائع جبن أبيض واشتهت قطعة صغيرة منه طلبتها من الجبان البخيل فرفض بعد مدة وضعت حملها برز على بطن الطفل وشم أبيض يشبه كثيرا قطعة الجبن وشاهدت الخالة كنزة الوشم على بطن الرضيع بأم عينها علقت إحدى الجارات ساخرة من حسن حظه أن الوشم لم يظهر على وجهه أو فوق جبهته نادى إدريس الأقرع من باب الدار طلبت منه والدتي أن ينتظر قليلا ذهبت إلى مطبخها لتعد له طعاما ذهنت قطعة خبز كبيرة بالسمن البلدي ولفت زيتونا أسود في قطعة ورق ونزلت للقائه قبل صعودها درجات السلم استلفت سطلا من الخالة كنزة ملأته من البئر حملته بمشقة إلى باب غرفتنا حيث صبت في الجرة الخزفية الكبيرة الموضوعة بالمذخل التي تعودنا أن نخصصها لماء الشرب ثم خاطبتني استعد للخروج سنذهب اليوم للنزهة رفقة للعائشة التي تنتظرنا سأرافقك إلى حيث تلتقي شخصا لم تعرفه من قبل ألست سعيدا بالخروج للنزهة أعدك أن نذهب إلى مكان بعيد تدثرت بحيكها بينما كانت تحدثني عدلت من وضعية لإثامها ونفضت الغبار عن خفيها هل تعرف حارة الخلخالين؟ إنها حارة جميلة ذات دروب ضيقة ومنازل ملونة السقوف وهي تتضمن أيضا شجرتين نابتتين في جدار امسح أنفك أين هو؟ التفتت باحثا عن منديلي عثرت عليه تحت مخدة وقد صار منكمشا مبللا فتحته باحثا عن مساحة نظيفة كافية مسحت أنفي بقوة إلى درجة أن المخاط سال على يدي ألقيت المنديل جانبا ومسحت أصابعي في جلبابي تهيأنا لمغادرة الدار وفي نفس اللحظة ظهرت فاطمة البزيوية التي سألت والدتي إلى أين تتوجهان؟ عند للا عائشة التي دعتنا لتقضية العشية معها فهي واحدة كما تعلمين وكيف هي أحوال زوجها سيد العربي؟ ألم يطلق بنت الحلاق بعد؟ لا، ولكنني أعلم أن أسهره الجدد يذيقونه الحنظل يتهمونه بالبخلي في الإنفاق على ابنتهم بأنه لا يقتني حتى كفايتها من الطعام إنه يذوق عاقبة نكرانه الجميل للا هائشة نزعت والدتي عن وجهها الخمار الذي كان يعيق حديثها إلى فاطمة ما ألد أن يعرف المرء أكثر مما يعرف جيرانه حول الظروف الآخرين وأحوالهم وكأن غرف الدار على رؤوسها الطير من كثرة انتباه الآذان إلى حديث أمي التي نزعت خمارها وواصلت الكلام لتري الجارات ماذا تقتل اللائشة فيها إلى درجة مقاسمتها أصرار بيتها أوحت لهن في الأخير أن ما بجعبتها كثير لا ينتهي غير أنها تتحفظ على إعلانه حفاظا على التقاليد وأخيرا غادرنا الدار كنت أتقدم والدتي مفتتنا بتنوع السلع التي عرضها التجار أمام أبواب حوانتهم وعندما وصلنا إلى دار حسيدي حمث تيجاني تقدمت والدتي نحو مكان وضع النذور كان عبارة عن تقب مغطى بمشربية من البرونز جعل في حائط منمق بالزليش لم تلقي والدتي شيئا داخل تقب النذور بل اكتفت بوضع يدها داخله وملامسة الإطار الخشبي المحيط به بوجهها وهي تتلو دعوات خافتة لم تسمح لقامة الصغيرة بالوصول إلى الثقب قبلت زليج الجدار بشفتي وظهرت على وجه أمي علامات الرضا إزاء تعبيل العفوي عن توقيري لضريح الولي الصالح خاطبتني تعال يا ولدي وليحفظك الله من شر العين خرجنا إلى الشارع وقطعنا بضعة أمطار قبل أن نصادف بائع خضار يعرض طماطم وفلفلا كبيرا للبي على شكل مجموعات تشبه أهرامات صغيرة سألته أمي بكم تبيع الطماطم؟ ثم انحنت على الخضار وبدأت تقلبها وتختار من بينها خلطت بين الفلافل والطماطم استاء الخضار من الفوضى العارمة التي أحدثتها في بضاعته فرد عليها مغضبا بأن هذه السلعة ليست للبيع لزبونة مزعجة مثلها رفعت والدة وجهها مستاءة وردت أن عليه أن يجمع أسباله من الشارع إن كان لا يبيعها بأنه لا يمكن أن نسمح للكسال أمثاله أن يحتل الأرصفة ويعرقل مشي المار كانت بصدد مواصلة تهجمها لولا أنني جذبتها من يدها وأجبرتها أن تتبعني تركنا البائع المسكين يغلي من الغضب كانت توجد على اليسار بوابة كبيرة خشبية مزينة بالمصامير معدنية وبقطعة برونز منقوشة يستعملها الطارق ليقرع الباب أمي من صاحب هذه الدار الجميلة هذه ليست دارا إنها مكتب من مكاتب النصارى لكنني أشاهد مسلمين يدخلون من البوابة هم يعملون مع النصارى النصارى أغنياء يا ولدي وهم يدفعون أجورا مجزية لمن يعرف لغتهم وهل سأتكلم بدور لغة النصارى عندما أكبر؟ ليحفظك الله يا ولدي من أية علاقة مع هؤلاء القوم الذين لا نعرفهم كانت زنقة الحجامينا تقع يصارنا قبالة سوق النخاسة القديم بمجرد ولوجنا دارا كبيرة بها نادت والدتي على للا عائشة رحبت بنا من نافذة غرفتها الواقعة في الطبق الثاني وطلبت منا أن نصعد نحوها كانت بانتظارنا وعينها على سخان الماء الذي يتصاعد من فمه البخار الحارق طغت على غرفتها لحظتها علامات واضحة تحي بالفقر وقلة ذات اليد سبق أن عرفنا للا عائشة في أوقات أفضل لم تعد أغلفة قماش القطن تزين مرتباتها ولا الأبسط البعية الألوان تتنطر في أرجاء غرفتها اختفت الخزانة الخشبية التي ضمت الأواني الخزافية المنمقة كما تركت الساعل حائضية مكانها فارغا إلا من بقعة بيضاء تحدد مكانها السابق لم تنقص أعداد المرتبات غير أنها أصبحت من النوع المحشو بالتبن بدلا من الصوف لذا صارت صلبة مزعجة للجالسين كانت الغرفة تبدو باردة محيشة تحي بالحزن والقنط بجو من القلق العام خيم على جميع سكان هذه الدار المنزوين في الأركان المعتمة من غرفهم ومنعنا من سماع أصواتهم المكتومة فجأة سمعت مواء قط صغير قادما من صدح الدار لا شك أنه ظل هناك مهملا لأيام طويلة لذا كان مواءه ضعيفا وحزينا قدمت لنا للعائشة الشاي فوق صينية صفراء متهالكة من نحاس إنمحت نقوشه قامت بواجبات الضيافة بأنفة رغم ما طال بيتها من تقلب في الظروف وتغير في الأحوال سيطر الصمت على ثلاثتنا كان كل منا يصبح في شواغل عالمه الخاص ثم كسرت للعائشة السكون بقولها أقترح أن نستبدل وجهتنا المقررة بالذهاب إلى حارة الصفاحين ففقيه زقاق الخلخالين صافر إلى الجبل ولم يعد بعد إلى فاس يبدو أن له أسرة في قرية من قرى الجبل سيد العرفي الذي سنذهب لزيارته شيخ ضرير ذلك ما أخبرتني به للا خدوج العلوية التي رجعته أكثر من مرة وقرأ لها الطالعة فأخبرها بأمور تحققت لاحقا ما زال عندي بقية من أمل يا زبيدا لسنا إلا نساء مهيضات الجناح والسعادة مخلوق هش يصعب الحفاظ علي ها أنت تنظرين إلى عش أسرتي الذي تكسر ولن يهنأ لبال إلا بعودة الأمور إلى نصابها تنهدت أمي وهي تهز رأسها بالموافقة فقلدتها لأنني كنت أعرف أنه ينبغي علي التصرف تماما مثل والدتي في مثل هذه المناسبات ردت أمي للا عائشة أنا بدوري محتاجة لقراءة الطالع والحصول على النصيحة أخاف على بيتي على زوجي وابني وعندما ينزل غضب الله على مخلوقات ضعيفة مثلنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العارفون بالله هم من يستطيعون نجدتنا سمعة سيد الأعراف وصلت كل أنحاء فاس لا شك أنه سيساعدنا في تجاوز هذه المحنة على العبد أن يلتمس الطرق والأسباب وأن يجعل ثقته في الله الله المعين نهضت للا عائشة من الأرض بصعوبة فهي لم تفقد الكثير من بذانتها تعدة للخروج ترجمة نانسي قنقر